جهاز سامسونج جالاكسي فول جهاز مختلف لكنه يواجه مشكلة لا تبدو وسيلة السؤال هل هذا النوع من الجهزة بينجح أساسا؟ مرحباً لدى وإحاكم الله في فيديو جديد السبب اللي يخليني صراحة سوي هذا الفيديو تحديداً ما هو أنه الجهاز صار في مشكلة تغيباً مع كل جهاز رائد وخصوصاً الجهاز الرائدة الناجحة اللي تنتج بكمية ضخمة جداً أنه يكون فيه نسبة منها واحد ولا اثنين بالمئة فيها مشاكل مع كل جهاز نسمع مشكلة لكن الشي اللي حمسني أني أتكلم عن هذا الجهاز تحديداً أنه هذا جهاز وما هو جهاز عادي هو جزء من المستقبل قاعدين نشوفه اليوم وهذه نقطة أتكلم عنها أكثر هذا النوع من الأجهزة الجوالات اللي قابلة للثاني فعلياً شفنا جهازين خلال الفترة الماضية واحد من سامسونج والآخر من هواوي وسبق استعراض جهاز هواوي هنا موجود بالقناة من خلال الكارد والبطاقة اللي موجودة أمامك تقدر تروح تشوف الفيديو اليوم نتكلم هنا عن جهاز سامسونج جهاز سامسونج يجي بفكرة شبيهة لكنها مختلفة في نفس الوقت في شاشة خارجية صغيرة الحجم حجمها 4.6 إنش ثم شاشة أكبر إذا فتحتها في الداخل راح تكون 7 إنش تقريباً بكل صراحة وبكل أمانة حماسي للجهاز هذا ما هو بسبب الجهاز نفسه حماسي لهذا الجهاز هو لنفس السبب اللي يخليه سامسونج تكتب هذه الجملة بمواقعهم Galaxy Fold is the beginning بمعنى أنه Galaxy Fold هي مجرد البداية نعم هي مفترض أنه هو البداية أو جهازهم هم وهو هواوي هي البداية لمستقبل مختلف من الأجهزة ما هو شرط أن المستقبل هذه الأجهزة يكون بنفس الأجهزة اللي قاعدين شوفها الآن فمثلاً أنه قاعدين شوف الأجهزة اللي الآن خلينا نأخذ جهاز سامسونج على سبيل المثال حجمها صغير كشاشة وهو فعلياً لو نجاي بشاشة أكبر شوي إنش مثل الأجهزة الجوالات العادية اللي الآن إحنا متعودين عليها ونحبها ثم إذا فتحتها يتحول إلى تابلت فعلي 12 إنش هيكون شيء مبهر جداً 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 مبهر أنا أعرف أنه هذه نقطة رح نصلها مع الوقت ولهذا أنا فعلياً ما أعتبرها عيب لأنه أساساً لو حاول يقدموا هذا الشيء الآن بمقيس اليوم تخيل كم راح يكون السعر لهذا أنا أتفهم أنه هذه البداية أتفهم جداً هذه النقطة أستغرب كثير من الناس اللي ينتقدون السعر أنا صحيح السعر مرتفع نعم صحيح لكن فيه شغلات كثيرة لازم نحطها في البال هذه ما زالت تقنية جديدة أي تقنية جديدة طبيعية تكون غالية في البداية أتفهم صراحة أنها تكون غالية أتفهم بأنه هذا الجهاز ما هو مستهدف فيه كل الناس وهذا نقطة أتكلم معنا بعد شوي لكن المشكلة اللي تواجه الجهاز بأنه حتى الآن هذا الجهاز لما يبدأ بيعه من المفترض أنه يبدأ البيع نهاية الشهر سامسونج استعدادا للبيع أرسلت مجموعة من النسخ من هذا الجهاز لإعلاميين وناقضين أمريكيين عشان يجربون الجهاز ويتكلمون عنها برغم أنه عدد النسخ اللي وصلت للإعلام الأمريكي حصرا ما هي كبيرة جدا إلا أنه للأسف أربعة أشخاص حتى الآن بعد يوم واحد أو تقريبا يومين استخدام قالوا بأنه هذا الجهاز واجه عدد من المشاكل نبدأ مثلا بي أم كي بيتشتي اللي هو الشهير واللي فعليا قال بأنه بمجرد ما شال الطبقة اللي تحمي الشاشة بالخارج الشاشة تعطلت وهذه كانت بداية المشكلة مارك جورمان هو كاتب ومحرر في صحيفة بلومبرغ العريقة والشهيرة كذلك يبدو بأنه واجه نفس المشكلة شال الطبقة اللي موجودة على الشاشة ومن ثم بعدها بدأت مشاكل الشاشة ويبدو بأنها تعطلت ودخلت على الشاشتين اللي هي موجودة بالطرفين لكن الموضوع ما يتوقف هنا لو توقف هنا بنقول هذا سوء استخدام هم لا يشالوا الطبقة ممكن نتكلم عن هذه النقطة لكن فيه ناس يبدو لي بأنهم ما شالوا هذه الطبقة الحامية وواجهوا هذه المشكلة خلينا نتكلم مثلا عن كاتب CNBC اللي فجأة طلع فيديو بأنه الجهاز بعد يوم استخدام عادي حالة حد قولة بدأت فيه هذه المشاكل إضافة إلى ذلك موقع The Verge موقع The Verge لاحظوا وجود مشكلة في الشاشة تحديدا في منطقة المفصل اللي بالمنتصف بدون ما يشلون هذه الطبقة الحامية للشاشة فيه شيء طالع من الوسط من داخل المفصل ويبدو أنه كان يضغط على الشاشة وكأنها اخترقها هذا اللي كما يبدو من الصور راح تلاحظ أنه فيه منطقة في الشاشة بارزة ويبدو كأنها اخترقتها هذا الشيء يتسبب في أنه على طول المفصل فيه احتراق للبيكسلات ودخل على أحد الشاشات لو دقق في الصور راح تلاحظ بأنه ما شالوا هذه الطبقة الحامية وهذا يخلينا نقول أنه خلال يوم أو يومين استخدام بدأت تطلع كل هذه المشاكل برغم أنه العدد اللي وصل للعلمين وشيء بسيط هذا ممكن يخلينا نحط الكثير من علامات الاستفهام طبعا الأكيد أنه فريق جالكسي فول داخل سامسونج والآن الوضع عندهم مقلوب فوق تحت سامسونج علقت بخصوص هذا الموضوع وقالت بأنه شفنا هذه المشاكل راح نراجعها وراح ندرسها هذا ملخص كلام ويبدو بأنه سامسونج الآن ما تعرف إيش السبب لكن لهذا تحتاج أنها تحقق في الموضوع وتعرف إيش هذه المشاكل ونقول إن شاء الله يمديهم أنهم يحلونها قبل موعد الإطلاق لأنه سامسونج قالت أنها ما راح تغير موعد الإطلاق راح يستمر إلى نفس الشهر مثل ما قالوا سابقا لكن أضافت سامسونج بأنه هذه الطبقة اللي موجودة على الشاشة هي المفروض أنهم ما يشيلونها صحيح أنه مو كلهم شاهلونها لكن الناس اللي شاهلونها المفروض أنهم ما يشيلونها وهذه الطبقة قالت سامسونج بأنه هي طبقة خاصة بحماية الشاشة ضد الخدوش لأنه ممكن يكون هذا أول جوال يجي بطبقة حامية ضد الخدوش بس ما تقدر تشيلها لأنك لو شلتها بتخرم الشاشة بكل الأحوال الشي اللي لازم نتكلم عنه إنه هنا هذه الشاشة هي ما هي شاشة عادية هذه شاشة هي بلاستيك ليست قزاز مثل الموجودة في كل الجوالات وهذا يعني طبيعة مختلفة للشاشة هذا يعني هذا ممكن يبرر ليش طلع الشي من وسط المفصل في موقع The Verge ويبدو كأنها اخترق الشاشة أو حتى أثر عليها لأنها بلاستيك ليست قزاز ولأن الشاشة بلاستيك عشان كده من أول ما تنظر للجهاز راح تلاحظ وجود الخط اللي موجود في المنتصف وهذا مو بس في جهاز سامسونج هذا في كلا الجهازين في الجالكسي فولد وكذلك في جهاز ميت ايكس لما جربتها لاحظت وجود نفس الخط اللي موجود في المنتصف وسبقه علقت عليه حين بالقناة وبما أنها بلاستيك شي اللي لاحظت كذلك من مجموعة من الفيديوهات ومجموعة من الصور وكذلك لما جرب جهاز ميت ايكس بأنه ممكن تلاحظ وجود علامات كأنها خدوش بس هي ليست خدوش هي كأنها ضربات موجودة في الشاشة لأنه مرة ثانية نرجع نقول هذه الشاشة مبينة إجزاز هذه الشاشة بلاستيك عشان تقدر تنثني فتلاذا خلينا نقول يعني كيف راح تصمد مع الوقت لا تنسى أنه هذه الأجهزة فيها قطع كثيرة متحركة ولما فيها قطع كثيرة متحركة هذا معنات يخليها وضعها أسوأ ضد الماء وضد الغبار مقارنة بجوالات اليوم اللي جلسوا الشركات السنوات طويلة جدا يطورونها ضد الغبار وضد الماء وعلى طريق موضوع الغبار Galaxy Fold وميت ايكس كلها تجيب نفس الفكرة لكنها تشتغل بشكل مختلف تماما نبدأ مثلا نتكلم عن الGalaxy Fold هو الشاشة موجودة بالداخل عشان تحمل خدوش وتنطوي إلى الداخل ولأنها موجودة إلى الداخل اللي بتطوي راح تلاحظ وجود منطقة فارغة بالمنتصف ما هو ما ينطوي مية بالمية هذا الشيء ممكن يسبب دخول الغبار ممكن يسبب دخول الأوساخ وذفيرج يتوقعون بأنه هذه كانت أحد الأسباب مشكلتهم اللي ظهر شيء من داخل الشاشة رئيس هواوي فعليا علق على هذا الموضوع أو علق فعليا قبل لا تصير هذه المشكلة وقال بأنه إحنا جربنا تصاميم مختلفة قبل لا نسوي الميت ايكس واحدة منها كان موجود تصميم شاشة داخلية بمعنى آخر بين قوسين زي سابسون لكن كنسلنا هذا التصميم وفضلنا نسوي تصميم بشاشة خارجية مثل ميت ايكس لأنه لاحظنا أنه أفضل وهواوي لاحظ بكثير بمؤتمراتها وبكثير من تصاريحها تفتخر بأنه جهازها يجي بتصميم مختلف تماما المفصل اللي بالمنتصف تم تصميمه بطريقة مختلفة تخليه ما يصير فيه مساحة فارغة بالمنتصف هواوي تكلمت كثير وتباهت كثير أنه مع فيه مساحة زيرو قاب دائماً راح تلاحظ أنه يتكلمون عن زيرو قاب شخصياً أكون صريح معكم أني أول ما شفت هذا الكلام قلت هذه ربما تكون بحرجة تسويقية زيرو قاب أوكي لكن ربما يكون هذا لا علاقة في الغبار وربما يكون الموضوع أكثر تعقيداً مما نتوقع كلنا لهذا السؤال اللي يطرح الآن هل هواوي بتواجه نفس هذه المشاكل كلها؟ أو أنها كانت أذكى لما غيرت التصميم؟ ما أتوقع أن هناك أحد قادر أنه يجاوب هذا السؤال الآن لين توصل الجهازين في السوق ونشوف الإجابة بنهاية هذه الحلقة هل راح تنجح هذه النوع من الأجهزة؟ هذا هو السؤال المهم من المبكر جداً 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 أن نحكم على هذه الأجهزة هل بتنجح؟ هل لا؟ إيش بيكون مستقبلها؟ لأنها نوع مختلف ولأسباب كثيرة جداً لكن لازم كلنا نتفق على شيء واحد أنه أولاً هذه الأجهزة ما هي موجهة لكل الناس وعلى فكرة هذا ما هو بس كلامي هذا كلام الشركات نفسها اللي اشتغلت على هذه الأجهزة هذه الأجهزة ممكن تناسب الناس اللي يحبون التقنية الناس اللي زيه زي أي واحد يعشق التقنية يعشق أن يجرب كل جديد لكن أبداً ما هي موجهة للمستخدم العادي ما زال فيها سلبيات كثير ربما أنها ما تتحمل الغبار ما تتحمل الاستخدام اليومي العادي كذلك أكيد إذا كنت تتبغى جهاز تشتريه تستخدمه بشكل يومي وتعرف بأنه هذا آخر جهاز بتشتريه لمدة ثلاثة أربع سنوات قادمة فبالتالي غالباً ما رح يكون هذا الجهاز مراسب لك على الأقل بجيلها الأول وعلى الأقل بشكلها الحالي ما رح ينجح وما رح ينتشر أسباب كثيرة جداً لما نتكلم عن السير لما نتكلم بأنه هذه التصاميم حلوة كتكنولوجي كتقنية ممكن تقدمنا شيء جديد في المستقبل بس اليوم في الوضع الحالي هل هي جاءت لي تحل أي مشكلة؟ هل هي جاءت لي تقدم أي شيء جديد للمستخدم؟ ما هي القيمة اللي فعلياً قاعدة تقدمها للمستخدم مقابل القيمة اللي رح يتفعل المستخدم؟ هذه أسئلة إذا أنت جاوبتها رح تعرف بأنه هل هذه الأجهزة بتنتشر اليوم ولا لا؟ شخصياً حماسي لهذا النوع من الأجهزة هي بسبب التقنية نفسها إيش ممكن تقدم مستقبلاً؟ لاحظ أنه هذه الأجهزة ما رح تستمر بهذه الطريقة هذه الأجهزة ممكن تصير أكبر وممكن تصير تابلتس الحجم الحالي هذه الأجهزة ما هو تابلتس قاعدين نشوف جوالات بسبعة إنشة اليوم فما هي تابلتس الأحد يقول لي يتحول إلى تابلت ممكن أنها تصير تابلتس فعلية مستقبلاً الأهم من كده أنه هذه الأجهزة ممكن مستقبلاً أن تصير ساعة جهاز يتحول ويتحول إلى ساعة تقدر تحطى حول يدك ممكن يتخير إلى أشياء كثير جداً فبالتالي هذه التقنية هي اللي فعلياً تحمسني لهذه الأجهزة أكثر من كون الأجهزة نفسها صراحة وبنفس الوقت لابد 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 أكيد أن الجيل الثاني الجيل الثالث الجيل الرابع من هذه الأجهزة راح تتحسن كثير راح ترخص راح نشوف شركات مثل كونينغ الشركة المتخصصة في حماية الشاشات القوريلا غلاس الشهيرة بقوريلا غلاس أكيد أنها راح تدخل وتطلع منتج خاص لحماية هذه الشاشات وراح تتطور مع الوقت أشياء اللي الشركات حتاجت سنين أنها تطورها بالجهولات العادية وراح تتطور في هذه الأجهزة وبالتالي بتصير أكثر منطقية أكثر نضجاً مع الوقت ممكن المستخدم العادي يستفيد منها وتكون بسعر مقبول أكثر بالنهاية أعطيني إيش رايك؟ إيش تتوقع لهذه الأجهزة؟ هل أنت فعلياً أنت كمستخدم ناوي تشتري هذا الجهاز؟ إذا نعم إيش الشيء ليحمسك؟ إذا لا إيش السبب؟ شوفكم في فيديو القادم إن شاء الله مع السلامة